أيام قليلة تفصل التلاميذ والتلميذات عن موعد الدورة العادية لامتحانات البكالوريا عملية تطلبت تعبئة شاملة لضمان مرور هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف اعتماد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق مقتضايات البروتوكول الصحي أضحى أمرا إجباريا في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد جميع الظروف التي ستوفر على المستوى الصحي احترازي والوقائي مفرد واليوم أنتم كيشاهدتوا تجهيز هذه القاعات المغطاة وقبل قليل في سيد يحيى تنويات إهدية الحمد لله كتوفر على جميع الظروف المواتية بشتلاميذ يدوزوا امتحان دلهم بكل توفيق وكل نجاح القاعة المغطاة بسيد سليمان من بين المراكز التي تم تهيئتها وفق الشروط الصحية الملائمة لاحتضان امتحانات البكالوريا الحفاظ على مسافة التباعد وتوفير وسائل الحماية الضرورية من بين أهم الإجراءات التي تم اعتمادها وفرنت الكمامات لجميع المتدخلين أساتذة وإداريين وتلاميذ تعقيم الأرجول في مدخل المركز وإحداث ممرين على الأقل بالنسبة للتلاميذ لولوج مركز الامتحان يعني الوضع الكمامة أمر ضروري تعقيم اليدين قبل ولوج المركز وعند نهاية الاستحقاف الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يأتي هذه السنة في ضرفية استثنائية تستلزم انخراطا فعليا من طرف المترشحات والمترشحين وكذا الأطر الإدارية والثربوية المشرفة على الامتحان لضمان مروره في أحسن الظروف